دكتور مهند فكرة لجنة الحكماء لأنه برضو تقريبا مش موجودة إلا في النادي لأنه في تقليد معين في ناس عندها من الحرص على النادي من الخوف على النادي من الرغبة حتى في أنها تساعد المرشح في أنك تزكيله عناصر معينة زي ما حدك أشارت للطبيعة المرحلة اللي جاية والعناصر الأنسك دور لجنة حكماء في الظل بالشكل ده أنت شايفها إزاي والله إزاي بحليك أثرت لجنة الحكماء من الحاجات اللي بتميزنا إحنا كنادي وفي ناس يعني يعني وهي القيمة أن هي أسماء غير معلنة بالزبط يعني كلنا نعرف أسماء الرموز الأهلوية الكبيرة دي بس لا بيبغوا مصلحة ولا حد بيذكرهم ولا حد عايز يذكر حتى غير النوابة متطمن إن الأهل كويس وخلي بقى الحاج برضو هما مش مجموعة مش تلت أو أربع أفراد ده هما مجموعة وموجودة في الفروع كلها وناس عندهم من قدر من الحكمة والخبرة أن هما يشاوروا صح ويدوا توصيات الأول في الآخر هي توصيات لكن الجماعية العمامية هي صحبة الحق الأصيل في الاختيار لكن إحنا دايما بنرجع للناس الكبيرة في النادي شافت النادي على مدار خمسين وستين سنة ده عمر ما يستهنش به وفي نفس الوقت ما لهمش أي غاية بدليل أنهما بمجرد ما بتنتهي الانتخابات هما منهمش أي وجود صحيح لا لما بتحتاجهم يعني مش متواجدين تحت النظر دول موجودين في كل الفروع ومش بس فردين أو ثلاثة لأ ده هما كتير ونستعين بيهم كلنا ونستفيد بخبراتهم وهم ببقى ليهم رؤية بقى ليهم رؤية ممكن تفاجأك أنت شخصيا كواحد من الجمهور أو واحد من العضاء أنت ممكن تبقى بقيت شوية مش شايف اللي يخلي الكابتن أو اللجنة أوقت تختار سين أو صاد أو ما تختارش سين أو صاد أكيد في حاجة لو أنت عندك ثقة في الناس الكبار اللي مالوش كبير بيشتري له كبير زي ما بيقولوا فإحنا في النادي الأهل لينا ناس كبار لينا ناس كبار وفي ناس مش حبة ده عايزة تكسر الطبوهات والرموز دي فلا إحنا لازم نحمي ده ولازم ندعم ده خاصة أنها تجربت عقود طويلة والاختيار أمين على النادي طبعا مع كل رؤساء الأندية اللي مروا في تاريخ النادي كلهم كانوا كان فيه الأمر شورى يعني دي حاجة المفروضة أنها تبقى إضافة أنك أنت بتستشير أعضاء النادي اللي عندهم خبرات دي مفروض حاجة تضاف للكابتن محمود القطيب بصفته يعني مختار القائمة بصفته نازل على مقعد رئيس النادي فكان مكر الكابتن ينفرد بالقرار لكن هو لا الأمر شورى ليه عشان كمان إحنا نشيل المسؤولية كلنا أيها لأن كلها في وشنا قدام الجماعية العمومية قدام الجماهير فده دينه تمهم جدا كواسة حاجة حاجة أثرتها لأن كان لازم نحنا نوضحها لأعضاء الجماعية العمومية وللجماهير بالذات لأنه كمان الوضع اختلف دلوقتي الصعوبة زادت تكون على أول السنة الجديدة هتبقى حاجة على أعلى مستوى إن شاء الله بالإضافة أنه مش هنخفل بقية الإنشاءات واللي موجودة في بقية الفروع نازم أن ننساش أنه عندنا فرع الشيخ زايد لسه في مراحل ما تعملتش وهنفتتح حاجات قريب عندنا الجزيرة الناس كلها عارفة طبعاً المدرج القديم دلوقتي بيتغير ويتطور لكن طبعاً طبعاً للمساحة محدودة جداً مدينة نصر طبعاً برضو كان لها نصيب كبير جداً من الإنشاءات ويكفي يعني الفود كورت الجديد والجراش الجراش ده كان حلم بقاله أكتر من 15-20 سنة نفسنا أن نحن نحل الأزمة دي وده بقى المناسبة برضو متوافق مع رؤية الدولة في تطوير المدن الحالية يعني من ضمن خطة تطوير مدينة نصر ومصر الجديدة كان لازم النادي الأهلي يواكب التطور وبسرعة الحمد لله قدرنا أن نواكب التطور ونحن نقدر نطلع في الزمن القياسي ده كله طبعاً يعني شارك معنا طبعاً كل الشركات الوطنية والدولة مؤسسة الدولة كلها شاركت معنا لأنها عارفة أهمية أن الأهلي يواكب الدولة في النهضة ومشروعاتها اللي احنا رحلها الحمد لله دكتور في الديها الأخيرة ومعك بلاس 90 برضو رزالتك الأخيرة للجامعة العمومية والله طبعاً احنا أنا بشكر حضراتهم جداً جداً على الصخة الغالية جداً اللي هما الدهالي على المستوى الشخص للدورتين السابقين بطلب منهم مهم جداً حضورهم للجامعة العمومية اللي جاية مجلس دارة الناد الأهلي أو السادة المرشحين في مجلس دارة الناد الأهلي بيدعوهم كلهم أن احنا لازم الناد الأهلي يدي رسالة أن الجامعة العمومية نادي الأهلي جمعية لها حضورها جمعية قوية جدا وبنتمنى منهم ان احنا ان شاء الله يدعموا القيمة بالكامل لان الدعم القيمة بالكامل هو مسيرة للاستقرار وعشان السلوجان بتاعنا ان احنا يبقى فريقنا واحد وبالتالي يبقى هدفنا واحد نتمنى كلهم ان شاء الله ان احنا نلاقيهم يوم الجمعة يوم 26 نوفمبر وبإذن الله ان شاء الله حيلاقونا موجودين تحت أمرهم واحنا طبعا طول الوقت موجودين تحت أمرهم لكن اليوم ده هو اليوم اللي احنا بنشعر بيه بسعادة ان احنا بقى ديه بدرجة من التقارب مع اعضاء الجمعية العمومية ان ما بتبقاش سمح الفرصة لنا ان احنا نبقى قريبين ويمكن اسمح لي نقطة مهمة جدا بيسرها او الناس بتسأل عليها اللي هو احنا ليه بنشوفكم بيكسافها في هذه الفترة دي نقطة يعني ليهم حق ان هم يسألوها لكن احنا برضو لدينا الحق ان احنا نرد عليها ان الفترة دي فترة الانتخابات هي الفترة اللي احنا بنسعد بيها وبيبقى عندنا الفرصة ان احنا نقرب فيها من حضرتك وان احنا نجيلك مكان ما حضرتك موجود وان احنا نارض على حضرتك رؤيتنا والبرنامج الانتخابي بتاعنا ونارض على حضرتك كمان احنا انجزنا ايه وعملنا ايه فدي الفترة اللي حركت مسموح لنا ان احنا نتواجد فيها مع حضرتك ما بعد كده الجهزة التنفيذية هي اللي بتقوم بدورها ومع ذلك احنا بنبقى موجودين في اجتماعات مجلس الإدارة يمكن الناس ما تعرفش حاجة زي كده احنا لو الدورة أربع سنين احنا بنعمل في السنة الواحدة ما يقرب من 18 اجتماع مجلس إدارة يعني بمعدل أكتر من اجتماع في الشهر الواحد وبنعمل الحمد لله أكتر من أربعين مكتب تنفيذي في السنة يعني بمعدل اجتماع مكتب تنفيذي في الإسبوع يعني أربع كتبات مكتب تنفيذي في الشهر أقل اجتماع بياخد من 5-6 ساعات ليه؟ عشان حالك تقدر تشوف على أرض الواقع نشاط الرياضي وفريق كرة القدم والإنشاءات والتطوير على مجال الفروع واناك تتواصل مع جهزة الدولة فالحمد لله ده بس اللي احنا كنا عايزين نوصله وإحنا ليه مجهود مجلس الإدارة بيتم إزاي؟ شكرا جدا دكتور كنا سعداء بيك جدا وأتمنى أننا نكون أتحنا لك الفرصة أنت تخطف الجامعة العمومية بكل اللي أنت عايز تقوله من أراء وأفكار مرسي جدا جدا على الفرصة صراحة يعني أنا في بيتي وحسس براحة كبيرة جدا وأنا بتكلم سمحونا لو كنا طويلنا على حضراتكم وسعيد جدا جدا بالتواصل مع سيدة المشاهدين والمستمعين وأتمنى إن شاء الله أن نتلاحم كلنا إن شاء الله يوم 26-11 ونعمل صورة تليق بالنادي الأهل إن شاء الله شكرا جزيلا